السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع إني أحبكم في الله معكم الفقيس السوسي المغربي رشيد أقادير الزهري في كلتا اليدين الزهري في كلتا اليدين بإذن الله عز وجل اليوم أريد أن أتحدث عن هذا الخاتم الجميل هذا الخاتم ماذا؟ دي المخ الضبوع معمر مخ الضبوع يعني وخاتم الحكمة خاتم شمهاروش ومرة وزوبعة وميمون وبرقان ومذهبة والأحمر والأبيض يعني هذا الخاتم الجميل هذا الخاتم الطيب الرائع بإذن الله عز وجل هذا الخاتم الحكمة خاتم المخطط من الخدام من الخدام والملوك السبعي والسليمانية والحكمة هذا الخاتم مخ الضبوع هذا الخاتم التحسين تحسين الرزق تحسين الأبناء تحسين الزوجة تحسين العثبة هذا الخاتم الحجر الأسود الزمرد حجر الرحاني حجر الرباني الحجر الحكمة حجر السليماني والزمرد الأسود هذا الخاتم خاتم الملوك خاتم ملوك السبع خاتم ملوك السبعي من شمهاروش ومرة وزوبعة والخدام منها أبا الوليد ومنها رقية ومنها كذلك خدام آخرون بإذن الله هذا الخاتم الجميل هذا الخاتم إن شاء الله عز وجل سأبعثه بإذن الله إلى هولندا أحد أهل الريف من الحسيمة إن شاء الله عز وجل هذا الخاتم أنا اليوم بإذن الله موجود في الفندق بإذن الله عز وجل وهذا الخاتم سأبعثه إن شاء الله إلى هولندا بإذن الله عز وجل في هذه الأيام بإذن الله خاتم جميل جدا خاتم الحكمة خاتم الهيبة بينك وبين الناس بينك وبين باب باب الحكمة باب العمل باب الشرطة باب الملك باب الحاكم باب باب الحاكم الحكمة مع باب الحاكم هذا الخاتم مع باب الحاكم وباب الغرض والهيبة بينك وبين الناس وإزالة سواد الوجوه وإزالة سواد الوجوه محبتك محبة الناس كل من رأك سيحبك ولا يكرهك هذا الخاتم يزول الكراهية بينك وبين الناس بينك وبين الزوجة والأمنا بينك وبين أولادك بينك وبين أهلك بينك وبين عشيرك وبينك وبين أصدقائك وبينك وبين الناس في العمل هذا الخاتم هذا جميل جدا خاتم الهيبة كذلك خاتم التهيج تهيج الناس تهيج الزبائن إن كانت عندك تجارة إن كان عندك عمل إن كان عندك أي أمور تتعلق بالتجارة والبيع والشراء كانت داخل داخل غابة أو داخل مكان مهجور أو داخل أو خارجة أو في المدينة أو في سيارتك أو في متجرك خاتم تهيج الزبائن خاتم كذلك تهيج بالطاعة بالمحبة وبالطاعة يعني كلامك يكون مسموعا كلامك يكون مسموع بالطاعة وبالمحبة وبمحبتك قوية ليست الطاعة الطاعة العمياء لا لأن الطاعة العمياء يكون عددها عدد الأيام محدود هذه الطاعة تكون دائمة بإذن الله تكون دائمة بإذن الله عز وجل ومعكم الشيخ الفقه السوسي المغربي رشيد أجادير رشيد الشاوي في كلتا والزهري في كلتا اليدين كما قلت أن هذا الخاتم خاتم الطاعة خاتم المحبة خاتم تهيج النساء بالنكاح تهيج النساء بالنكاح تهيج النساء بالنكاح والمحبة تهيج النساء يعني الزوجة تهيج الأبناء تهيج بالتهيج بالتهيج في عملك في زيادتك في مراتبك في عمل للشيل يعني في تجارتك تهييج الزبائن في تجارتك كذلك التحصين فيه تحصين من العين الناظرة المعجبة القوية الضاربة على الرزق الضاربة على العتبة على الأبناء على الزوجة على الرزق على السيارة على الذابة على كل ما يتعلق بالعين الناظرة القوية المعجبة التي تؤدي الإنسان إلى الموت ما أماث أكثر الناس أكثر ماتوا بالعين رهمته بالعين الناس قطير قطير من الناس كتلقاهم رهمته بالعين وما عندوش تحصين هذا لك حصنك من العين الناظرة المعجبة القوية جميع العين كم مكنت العين هذا لك حصنك من هذه العين الناظرة والمعجبة إن كانت من الجمال عين من الجمال من الشعر من العتبة كما قلت ومن الأبناء ومن الصيارة ومن التجارة ومن جميع أمورك التي تتعلق بك بإن الله هذا الخاتم خاتم الحكمة خاتم السليماني هذا الخاتم الزمرد الأسود هذا الخاتم القوي هذا الخاتم المعجزة أنا أقول له هذا الخاتم خاتم المعجزة خاتم المعجزة والحكمة هذا الخاتم الجميل بإذن الله عز وجل وما أجمله وأجمله بإذن الله عز وجل يعني هذا الخاتم هذا كذلك بإزالة الأصحار يحصنك من السحر المرشوش والمربوط والمعلق والمدفون كل الأصحار كل متعلق بالأصحار يحصنك هذا الخاتم بإذن الله عز وجل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لولكم ومعكم الفقيه السوسي المغربي رشيد أقادير الزهري في كيلة اليدين رشيد الشاوي في الكنية ومرحبا بالجميع وإن أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته